دكتور سليم أنت لا أتورطنا الآن أصحابها لأن بعدين أرجع البيت لا ديوانية ولا شيء شارع على طول لكن خذيها مني يوم محمد على الهواء مباشرة حطي بطنك بالطيخة صيفي إلا وهذا أنا مبصم بالعشر هذا أستاذ إبراهيم واحد يقول لك عشرين سنة عفوا ستين سنة ما صار خلاف بينه وبين زوجته ماشاء الله وسوى لتكريم بعد الستين هذا قد تكون أنت بس من لبس ألف عنها سألوها بعد الستين يعني كيف كذا يعني ستين سنة ما صار خلاف بينك وبين زوجتك قشوفوا هي كان لها موقف أول ما تزوجنا قبل ستين سنة كان الله يكرمكم معي حمار وكنا بيتنا فوق في سبح جبل فكانت زوجتي تجر الحمار وهو يمشي كذا وقف فبعدين قامت هي وحاولت تسحب كذا ما تحرك ثم طالعت فيه وقالت هذه واحدة شوي كذا وتحرك معها الحمار ثم بعدين مشينا شوي وقف وحاولت فيه كذا وطالعت فيه قالت هذه الثانية ثم بعدين مشى ثم وقف مرة ثالثة فقالت هذه الثالثة طلعت سكين وذبحته سلام فيقعدت أقول لها أنت فيك ما يخطيك وكيف كذا وهذا الشيء الوحيد اللي انشيل عليها متعتنا وانتي 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 حسبت له ويقول فطالعت فيني فقالت لي هذه واحدة يقول من بعدها وانا محتلم نفسي ستين سنة واحدة ما اختلفنا فأخشى أن هذا أنت يا أبو على طرح لا 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 احنا مسالمين احنا يا الألمعيين تهامة ألمع تهامة الرجال ألمع مسالمين احنا وانعم بحالك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة